تتعدد أسباب التراجع المتواصل بأرقام قياسية الذي تشهده العملة المحلية التركية أمام العملات العالمية ولسيما الدولار واليورو بعض الأسباب داخلية تتمثل بالتوترات السياسية وتخوف المستثمرين بسبب حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد ثم انعكاسات العمليات العسكرية التركية المتواصلة لسيما في الشمال السوري والعراقي والداخل التركي على الاقتصاد ولكل هذه الأسباب وغيرها تعمل الجهات الرسمية التركية على توفير الحوافز للمستثمرين من أجل تشجيع الاستثمار في تركيا قمنا بكل ما يلزم من إجراءات وتعديلات كحكومة وحزب حاكم من أجل توفير البيئة المميزة للمستثمرين والراغبين بإنجاز المشاريع ونحن مستمرون في توفير أفضل بيئات تشجيع الاستثمار لأننا نؤمن بأن هذا في صالح المواطن التركي لأن عجلة الاقتصاد كلها ستتحسن انطلاقا من المشاريع الاستثمارية نسب الفائدة المرتفعة شكلت أيضا أحد أبرز أسباب الجدر الداخلي بين الرئيس التركي إردوان وبين عدد من أقطاب الاقتصاد التركي فإردوان يطالب بخفض نسب الفائدة لتشجيع المستثمرين على أخذ قروض لتنفيذ مشاريع بينما يرفض مسؤولون آخرون ومن بينهم مسؤولون بنك المركزي التركي خفض الفائدة لما له من أثار مدمرة كما يقولون على قيمة الليرة والاقتصاد بشكل عام على المدى البعيد ولا يقتصر استمرار تراجع الليرة التركية على الأسباب الداخلية فحسب فهناك عوامل عالمية أدت إلى ارتفاع الدولار واليورو على حساب الكثير من العملات المحلية ولكن في الحالة التركية أيضا هناك عوامل سياسية لعبت دورا إضافيا في تعزيز التراجع فتوتر العلاقات التركية مع الكثير من الأطراف الدولية لسيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من دول الجوار التركي ومنطقة الخليج كلها عوامل أثرت سلبا ولو بنسب متفاوتة على التعاملات الاقتصادية بين تلك الأطراف وبين تركيا الجغرافية السياسية التي تقع فيها تركيا تؤثر بلا شك على قيمة الليرة ومجمل الأوضاع الاقتصادية أيضا في تركيا مؤخرا كانت هناك عملية عفرين العسكرية التي كان لها دور في زيادة مخاوف المستثمرين ناهيك عن العلاقات المتوترة مع الكثير من الأطراف ولكن الجهات الرسمية تعمل جاهدة لتجاوز كل السعب ويواجه واضع السياسات الاقتصادية التركية حسب مراقبين الكثير من التحديات مؤخرا أبرزها محاولة الحفاظ على ثبات قيمة الليرة وهم في ذلك يحاولون التنسيق بين تأثيرات الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية والخارجية من جهة وبين حاجة الاقتصاد التركي من أجل ضمان وصول الاستثمارات التي توفر فرص العمل وتؤدي للتحريك الإيجابي لكل العجلة الاقتصادية وإلا فإن الركود سيكون هو النتيجة المؤكدة حسب خبراء اقتصاديين على مصبحات الحرة إسطنبول ترجمة نانسي قبل اشتركوا في القناة